اهلا بحضراتكم من جديد وزي الحاجة الوحشة ممكن تكون معدية الخير برضو طول الوقت بيجيب خير والمبادرة بيجي ورها من المبادرة وبعد كده التعاون اللي بيحصل دلوقتي معنا ولهنتكلم عنه في فقرتنا ما بين دكتور هاني الناظر ومؤسسة صناع الخير كبير جدا وواضح جدا اخر محطة فيه كانت ايه؟ كانت مبادرة لمسة خير ودي من خلالها هيتم الكشف على كتير جدا من اللي بيعانوا من الامراض الجلدية وبالتأكيد هيكون ما فيش احسن من أستاذنا دكتور هاني الناظر واللي هيحكي معنا النهاردة هو والأستاذ هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لأنشطة صناع الخير عن هذه المبادرة اهلا بكم صباحكم صباح الورد انا طبعا اول مرة ارتقي بأستاذ هاني انما دكتور هاني طبعا صباح الورد ده بيته عالم كبير اتكلم الاول مع دكتور هاني والفكرة الفكرة بدأت ازاي واكيد طبعا حضرتك اللي قصرحتها يعني احكي لنا عن التعاون اللي حصل الحقيقة الفكرة جاءت من موقف انساني صعب قبل انتعرضت له انا كنت بكشف على طفل فلايه ده عندي وكان مع والده والدته عنده مرض جلدي اسمه تحلل جلد الفقاهي ده مرض صعب الحقيقة والاسف المرض ده عادة بيجي من الزواج الاخارب ودي حاجة منتشرة عنها في مصر وبيجي مع الولد بعد الطفل او البنت يعني بعد الولادة مباشرة يعني بيبقى مرض صعب لانه طبعا بيزعل هاية فقاقية مائية وبيعصل تسلقات وينزي في الطفل ولو لم يعالج يعني قد يؤثر على حياته ده بيكون معودي؟ لا غير معودي بس هو مؤلم طبعا جدا جدا ومؤلم للطفل ومؤلم للأسرة نفسها لان لأسف المرض بيبقى ملازم للطفل طول عمره يعني هل ده معناه انه هو يعني او مرض كرانيك بيفضل قاعد يتعالج منه مدى الحياة ولا فيه فترة علاجه بيروح؟ بالزبط مدى الحياة؟ هو مرض مزمن بيبقى يعني ملازم للإنسان طول حياة وبالتالي لازم يتعالج وفي منه درجات يعني فيه نوع بسيط وفيه منه نوع بيبقى شديد قوي بيبقى يعني فيه متى خطورة يعني فالموقف كان صعب بالنسبة لي في ايه حضرتك؟ ان انا بعد ما كشفت على الولد وبعدين كتبت له العلاج فرجاته فولده راجل بسيط يعني فقال لي حضرتك العلاج ده يتكلف قد ايه فانا اعتح سبتلي والي حاجات فرجاته يعني تكلف قد ايه كده فقال لي يعني تكلف قد في الشهر تقريبا قلتولي يعني ممكن 600 جنيه 700 جنيه وانا كاتب أدوية مصرية يعني حاجة مش مستورة فقال لي طيب انا بقى يعني هسيبه ربنا هتوله يا خبر قلتولي معنى ايه قال لي لا انا مش هقدر اجيبه عليك قلتولي قال لي انا يعني حد يعني هو راجل يعني بيبيه خضار وحد بسيط يعني قال لي انا ما عنديش فلوس بيجيلي كل شهر وانا انا مش موظف وعندي تأمين ولا في شركة بتأمن علي فانا هاجيب مني للك فطبعا انا يعني اتصدمت طبعا احنا اتصرفنا الحمد لله بس انا اعلم ان فيه حالات زي كده كتير اكيد اه لان احنا ده في مصر اصف زوجي الاخاري بزيارة منتشرة وبنشوف مئات والاف الحدث ازا كده فمن هنا جات الفكرة رحية طيب ازاي احنا ممكن نعمل حاجة للأسر الغير قادرة اللي عندها اطفال مصابين بهذا المرض ازاي نوفر لهم ادوية بصفة مستمرة مش مثلا مرة وخلاص لا اكلهم الواقعة دي كانت من قريب من حوالي قد ايه من حوالي ممكن شهر ونص ده من قريب جدا وده ألهمك بانك تبتدي تعمل اتصالاتك مع صناع الخير ما فكرتش الحقيقة اه 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 انا كلمت طبعا الاستاذ مصفة زمزم واخويا وحاني طبعا يقارفوا قويس قوي ايه طبعا لانهم بيشتغلوا مع بعض ايه طبعا وهو زي حاني بالزابط هما اتنين ايه 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 اخواتي لا ولادي لا لا في السن يعني خريقة والحقيقة اه هما بيحبوا الخير وبيعملوا مشاريع عظيمة ايه وانا كنت معهم قريب كده في حلوان وشفت بنفسي اللي المؤسسة بتعمله ومصر كلها بتتبه الحقيقة المؤسسة بتعمل يعني حملة تقانيك في عينينا ده حملة عظيمة وحياة تانية تير اه طبعا وكشف على سكة فقلت انا اكلم مصطفى في الموضوع هو الحقيقة الموضوع ما خدش معي وقت واحنا قاعدين اتكلمنا في الموضوع وكنا مع بعض يعني كانت فرصة في منتدى الشباب في شرم الشيخ صحيح عارفة بقى في اللقاءات كده قاعدنا مع بعض بلورنا الفكرة والحمد لله ابتدت تتحول الى واقع وسمينها مبادرة لمسة خير طبعا لمسة خير لمسة عشان الجلد طبعا لمسة صحيح والخير لانها خير وبدأنا يعني الحمد لله اولى الخطوات ووضح ان الاختار الاسم دكتور هين صح؟ يعني اكيد هو مصطفى وكنا مع بعض في الاختار الاسم النفس اه يعني كنتور هو الموضوع كله من عند الدكتور هيني في صراحين هو اللي فكر في الموضوع هو مين اللي اختار لمسة خير اقول لحديك حاجة كنا قاعدين انا ومصطفى وكان معانا الدكتور محمد العوقبي طبعا وعدنا نفكر يعني في كم حاجة في الاخر لقنا ان الموضوع ده احنا عندي حاجة تربط بالجلد يعني ايو فالجلد اي بقى اللمس ايوه والمعنى خير احنا تتفعل على الاسم ده والله يو يعني حضرتكم كلكم صناع الخير في الحقيقة ربنا يعني يكتر من امثالكم احنا بحتاجين من ده كتير عايزة بقى ابدأ مع دكتور هيني يعني وانتو بتحطوا الاليات بقى بتاعت المبادرة يعني تتنفذ على الارض يعني دكتور هيني عمل اللي عليه هو صاحب الفكرة صاحب الكونسيبت لكن الميكانيزم بقى لتنفيذ هذه المبادرة على الارض دي بقى بتاعتكم انتو ان شاء الله في الدكتور هيني معانا رئيس الشراف المبادرة هو لسه ما عملش عليه هو معانا من اول للاخر ان شاء الله طبعا احنا بس كصناع الخير مهتمين بقطاع الصحة من ساحب اتنشأنا 2017 صحيح كان عملنا مبادرة كتيرة للصحة اولا كانت تطمن على نفسك كانت فيروس سي كانت كشفنا على 760 الف مواطن بعدها كانت تعنيك في عينينا مكافحة المسببات العامة بلدو الحمدلو اللي عملنا فيها اقام كبيرة جدا ويمكن نتطمن على نفسك بقى هي لكت النواية لمية مليون صحة كمان لمكافحة فيروس مصطفى زمزم من الوئيس مجلس الوامناء كانت عادة على ست رايس ومؤتمر اسوان ويمكن بعدها الحمدلله بعد كده بقت المشروع قومي صحيح بعد كده عملنا عنيك في عينينا كشفنا برضو غاية دلوقتي خلال سلاتين بس على 200 الف مواطن عملنا عملية اكتر من 16 الف عملية فالحمدلله عملين في قطاع الصحة واعتقد فيه حملات برضو لبطاطين للشتاب وفي القرى احنا مهتمين بالكتعارين معينين الصحة والتنمية ايه احنا كان اخر حاجة اولادنا في عينينا وكان بيشرفنا الدكتور هاني معانا في بعض المدارس الحكومية دي كان بتكشف على اولاد الاطفال للمدارس ابتدائي وعدادي حكومي كنا بننزل نكشف عليهم عيون وسكر وانيميا وجردية وطبعا شرفنا اكتر من مرة انه كان معانا حتى مدارسة حلوان لان طبعا احنا اكتشفنا في الاطفال بالذات موضوع العيون برضو كان بيسببنهم حتى موضوع التنمر انهم مش قادرين ان يجوا عنده حاول فحد يتريع عليه فما يجيش المدرسة موضوع الانيميا كان منتشر شوية النسبة لحد ما عالية بعض المحافظات فبتلين نشتغل عليها ونجيب ادوية الانيميا فالحمد لله عملنا في اخطاع الصحة الحمد لله شغل كبير جدا يعني وتعملنا الشرف نعنيك في عانينا برئاسة مجلس الوزراء واولادنا في عانينا تحت رعاية وزير التربية والتعليم واحنا طبعا شغالين ابتلين بقى انا اكتشف ان فيه فعلا موضوع الجلدية ده موضوع مهم جدا يعني فيمكن اكتر المرضين الدكتور هاني هو اللي اشار ليهم وقال ان دول يعني صعبين جدا ومزمنين زي مرض السكر كده لازم على طول علاج مستمر مدى الحياة المحافظة اشارتي كان موضوع تحل الجلد الفقاعي والكشرة السمكية طبعا هاتيب الدكتور هاني يتكلم عن موضوع كشرة السمكية لان لا يفتقى مالك في المدينة فطبعا الحمد لله الاتنين دول هنبدأ نشتغل عليهم وهنبدأ ننزل نعمل قوافل وغير ان فيه بعض الناس اللي هي على صفحتنا هتبدأ نجيبها تكشف طبعا بالمجان عند الدكتور هاني ونبدأ نساعدهم في موضوع العلاج لمدة خمس سنين يعني هنفضل معهم مستعمل لمدة خمس سنين وهنبدأ دلوقتي الحملة بحوالي مئة مئة مريض الدكتور هاني في كلامه بيقول يعني لما شاف اللي هي الجلد الفقاعي دي او الحالة دي قال انا متأكد انه فيه زيها كتير ده دي اللي انا جاءت تحت ايدي او دي اللي انا صادفتها ان حضرتك تبتدي تعمل قاعدة بيانات بعدد مثلا الاطفال المصابين بالمرض ده بتعتمدوا على ايه احنا طبعا في كل شهولنا بنعمل موضوع قاعدة البيانات ده يعني حتى في عانيك في عانينا يمكن احنا دايما قاعدة البيانات بالنسبة لنا بنوديها على طول لأس المجلس والوزراء عشان احنا الى حد ما طبعا احنا كمواسطة مجتمع مدني واهلي احنا مفوض الزاعة الايملة للحكومة فاحنا لما نشير لعب الحكومة نعالج مريض او نعمل حاجة معينة او زي ما حالك قلتي بنوزع بطاطين او بنعمل مشروع تنموي كل ده بالنسبة لنا بنساعد الحكومة في العمل بيبقى في تكاتف مع الحكومة اه بالضبط فطبعا ده بالنسبة لنا حاجة مهمة وفي نفس الوقت نبدأ نعمل بقى احصائيات لكل حاجة بنشتغل عشان نبقى في الاخر احنا حطينا قدينا على المرض وحطينا قدينا احنا عالجنا قديه وفي عدد قديه مفروض انهم يعني مفروض ان هنشتغل عليه فطبعا كل الموضوع الاحصائيات ده حاجة مهمة جدا فطبعا الدكتور هاني ممكن هيساعدنا في الموضوع ده النقطة دي بالذات ان نقدر ان احنا نعمل احصائية لعدد المرضى سواء للتحلل الجلد الفقائي او الكشرة السماكية طيب دكتور هاني حضرتك ممكن تساعدهم ازاي في قاعدة البيانات من خلال طبعا العدد احنا مش بس احنا كشفت مركزي ده هيبقى على مستوى المحافظات ويبقى فيه قوافل صحيح بالذبط فبالتالي دي هتخلينا نجمع داتا من كل محافظات مصر ونقدر في الاخر يبقى عندنا قاعدة للمرضين انا ممكن اتكلمت هيتحلل جلد الفقائي وما اتكلمتش على ايش السماك لسه اه بذبط لأ احنا اتكلم طبعا عنه فلان لان دول مشكلة على فكرة اللي اتنين اسبابهم زواج الاقارب اه يا خبر وده بيخليني برضو افكر في حاجة ان احنا عايزين مش بس الموضوع ده الوقاية لان احنا ده فطب نقول الوقاية خير من الفكر يبقى فيه نوع من التوعية صحيح وحملات بمشكلة زوج الاخر بس دكتور هيني يعني خلينا نتكلم بصراحة اطفال داني انا من هنا قد كده وبسمع حتى في بيتنا يعني انه يا جماعة زواج الاقارب حذر منه حتى الرسول عليه السلام يا جماعة زواج الاقارب بيعمل فيه حاجة فيه حاجة غلط يعني فيه ناس يعني الناس عارفة على فكرة صح من الغلط بس برضو بيعملو يعني احيانا بيكون برمجة التراث او الارث والعادة والتقاليد بتبقى مسيطرة فوق اي حاجة تاني بس برضو الحملات القومية التوعية بجيب نتيجة طب ما احنا كان عندنا فيرس سي من زمان لكن نتيجة ان الحملة اللي اتعمل تحت قاية الرئيس وبقوتها بس احنا بقى نعملين يعني حضرتك شايف انه ما كانش مثلا فيه حملات قوية بشكل كيفي او مش مؤسرة بشكل كيفي ما كانت فيه حملات اساسة ما كانش فيه حملات وانت سمعت يعني حملة قومية للتوعية بخطوص زوجة الخارب انت سيما قلت كده كنا بنسمع في العيلة الكلام او بالزبط انما ما فيش حملة قومية لا احنا محتاجين او اي صح يعني حضرتك شايف انه لما تتعمل بشكل ممنهج سليم وعلمي هتبقى تأثيرها قوي ليه حضرتك المسألة مش بس عشو المرضين دول اللي حمناتكلم عليهم لكن هناك العديد من الامراض اللي بتنتم هتزوجة لخارب او طبعا اكيد زي اين عين قلب كلا كل اجهز للجسم قد تتأثر بجواز اخارب يا كتير قوي اللي هي الحاجات اللي بنسمعها كمان السندرومز اللي هي المتلازمات اللي بتصيب الناس دي كلها نتيجة زواجة لخارب اه فطبعا موضوع زواجة لخارب اكبر من المرضين جلديين اه اه طبعا فلازم ننتبه للموضوع ده اه وبعدين عايزة اقول لها حاجة كل مشاكل الصحية الوراثية اللي بتنتم على زواجة لخارب مزمنة اه لأسف يعني فيه انسان واسرته بيتحمله عبء نفسي والاهم كمان المادي طبعا لانه بيضطر ينفق اموال كبيرة جدا ومدى الحياة بقى فده بيستنزف الأسر صحيح وبيمثل ايضا عبء على مزاية الوزارة الصحة والدولة صحيح لانك انت بتفعي فلوس طب ما انا من الاول الوقاية خير معاليك صحيح وانا دايما اقول ان الحملات القومية دي بتفيد ده انا رب لك مثل انجلترا كان مثلا عندهم مرض السكر نسبته قد ايه تسع في الممى عدد السكان ادروا من خلال حملة قومية للتوعية بمرض السكر ينزلوا وسط النسبة كم دقاتي واحد في المية ده في خلال خمس سنوات تقريبا اه فانت عارفة دي حالك توفر على الاسر وعلى الانسان وعلى الدولة ديه مليارات صحيح لان السكر مش بس علاج السكر السكر ليه مضعفات صحيح لا وحضرتك بتشرح الخطوات كمان انه التوعية بتؤدي لان الناس تخفة او تتوعى بمعالجة المرض في خلال خمس سنين فبتوفر على الدولة مليارات فبتوفر على الاسرة ففي الاخر هو في امن قومي يعني صحة الفرد هو امن قومي فعشان الناس تبقى مستوعبة يعني ما هو ممكن حد يقولك طبعا يعني انا حر في صحيتي لا انت مش حر يعني العقل السريح في الجسم السريح صحيح يعني في اخر انا بشتغل صحيح كويس فيها اشتغل ده حقيق طبعا مش هشتغل فده طبعا ده مسألة امن قومي جدا صحيح وامن اجتماعي طبعا فهو موضوع مهم جدا طبعا فالمبادرة دي انا شايفها بداية صحيح يعني مش اخير يعني احنا اخترنا مرضين اللوقت حالو جلد الفقاعي وقشر السمكة ايش اشر السمكة بقى نتكلم عنه برضو لانه اكيد المشاهدين حابين يعرفوا ايه اشر السمكة ده برضو احنا قولنا نعمل اسباب طبعا هل السبب الوحيد هو زواج الاقارب ولا فيه اسباب اخرى يعني 90% تبقى زواج الاقارب انما ممكن تلاقي مثلا هو خلالجيني برضو بس غالبا بتلاقي زواج الاقارب مشكلته هو مش مرض خطير لا يؤدي الى الوفاة ولكنه بيعمل حاجة صعبة جدا انه بيخلي الولد مش قادر يواجه المجتمع ويتعرض للتنمر باستمرار لان فيه حالات منه من اشر السمكة اللي هي النوع الثالث بيبقى المنظر صعب جلد طبعا بيبقى عليه طبقات كشوء كأنه يعني اشر سمكة وابتبقى لونها غميء جدا وبعدين بيبدأ الجلد من يعني من تأشره يشد البق يشد العين فتلاقي لين مفتوحة باستمرار البق مفتوحة باستمرار فللأسف الولد ما بيقدرش يروح المدرسة لان الولاد بيخافوا منهم فبيبقى حاجة صعبة جدا على القصة وعلى الطفل فطبعا وده لي علاج نقدر نعالجه فمن هنا جات المبادرة ان احنا نبدأ منها طبعا في امراج اللي هي اخرى كتير مزمنة بس المرادين دول بالذات بيمثلوا مشكلة للأسرة وللطبيب وللمصاب وهكذا صحيح فاخترنا الاتنين دولة صحيح دكتور هيني استاذ هيني هو بيتكلم على جزئية التنمر يعني هي قصة كمان مش بس انهاية عبء نفسي ومدي على نطاق الأسرة ولكن كمان عبء نفسي رهيب على الشخص نفسه المصاب لانه بيتعرض للتنمر من المجتمع او من اللي حوالي بتشوفوا ده ازاي من خلال مبادراتكم هو فعلا مشاهدة لواجه المجتمع وانك احنا بقدر مدارة حاليك اشارت ان احنا اشتغلنا على هذا في المدارس احنا لدينا موضوع حتى حلاحظنا موضوع الحضور والانصلاف بس نفسه الغياب ان احنا لما بطينا نشتغل نلبس لطفل النضارة نعالجه من الأنيميا فالذكاء بتاعه ينتفع لان هو كان المدارس ممكن يقول له انت غبي هو مش غبي ولا حاجة هو بس محتاج شوية تغذية او العلاج يعني يحرم بيواجه التنمر والمدارس نفسه بالزبط فابتدنا نلاحظ بقى بعدما نعالج وبعدما نشوف موضوع الأمراض الجردية ونلبسه النضارة ونعمله عملية تحاول فابتدى الحضور يبقى اكتر في المدارس ان هو بدأ يحضر يعني فموضوع التنمر ده طبعا احنا شفناه كتير في المدارس يعني بالذات في المدارس الحاجة التانية حضرتك ان احنا مثلا لما برضو بنشتغل في اي مبادرات بتاعتنا موضوع التوعية ده بالنسبة لنا مهم جدا يمكن احنا بنبدأ نعمل حاليا برشورات وكتائبات بنوزع الطلبة وبنشرح لهم كمان مثلا ايه ما هو موضوع الأنيمية ازاي في التغذية السريمة لموضوع الأنيمية موضوع الأمراض الجردية فالتوعية دي بالنسبة لنا مهمة جدا لان زي ما الدكتور قال الوقاية خيرهم فعلا من العلاج فده حاجة مهمة جدا طبعا حتى المراضين اللي احنا بنبدأ نشتغل عليهم هم فعلا مراضين يعني انا كنت اول ما انا بصراحة اسمع عنهم وبطلت اشوف السور مع الدكتور هاني حاجة صعبة جدا يعني فعلا ولا لو واحدة ستة بتطلع تشتغل ولا تواجه المجتمع ولو طفل مش هدى يروح المدرسة وطبعا الصحة بالنسبة لنا شيء اساسي لانه هو فعلا الصحة لو واحد ما عنده صحة في اي حاجة ولا يداري يشتغل ويداري يروح المدرسة ولكن هو ده الانكتاع الصحة بالنسبة لنا حاجة مهمة جدا ولذلك احنا اهتمينا جدا بموضوع المراضين دول وان شاء الله انطلاق المبادرة نفسها هتبقى في المؤتمر بتاعنا ان شاء الله في سبعة ثلاثة وان شاء الله هنشتغل عليها وزي ما عملنا في فيرسي وزي ما عملنا في العيون ان شاء الله هنعمل شغل بإذن الله في موضوع الامناطي الجلدية بإذن الله من خلال توزيع فلايرز توعوية للشباب او الاطفال فيه كمان محاضرات حضراتكم تعاملوها للتوعية احنا ده حتى يدينوا في الخطة بتاعيتنا ازاي هنعمل ندوات في القوافل بتاعيتنا ده لسه حي تعمل هل اتعمل في القوافل قبل كده من الحاجات اللي عملتوها على شكل مصغر يعني بالذات لان المراض الجلدي بالنسبة لنا في المدارس ما كانش وقت مبادرة يعني يمكن حطناها احنا منزلنا نشتغل على العيون والانيميا والسكر اكتشفنا ان في حاجات بعض الامراض الجلدية منلاقيها في المدارس فلاقينا ان احنا نفعش نسبة زي مسلا ولد عنده جلب ولد مش عايف عنده ايه والاهالي فعلا مش قادلة تعالج ده فابتدرين ان احنا نجيب أدوية ونجيب دكاترة عشان يكشفوا على الامراض الجلدية ونحاول نعالج على قد ما نقدر لان الامراض الجلدية كتيرة جدا يعني دوكتورك ان قالنا ان الامراض الجلدية حوالي ببعترفوا حاجة بعترفوا جلدي يا خبر ده احنا يعني ممكن الاربع تلاف ده نبقى بالعافية عارفين من هم اتنين تلاتة اه طبعا بالضبط وفي امراض انا نفسي ماسمعش عنها غير ما عادت مع دكتور هاني فالموضوع فعلا لا الموضوع محتاجش شغل كبير صحيح برضو يمكن الكشرة السماكية نفسها متعالي احنا بنقوم من اول يوم لحتى 18 سنة لان لا الاشيو السماكة بيبقى مستمر لا انا قصدي ان العلاج بالقبال اصعب شوية اه طبعا بس هو العلاج واحد يعني علاج واحد بس حضرتك ذكرت ان اللي هو فقاعات الجلد ده لما بيوهمل ممكن يؤدي للوفاة على الانكتور هل الاشيو السماكة نفس الموضوع؟ لا لا الاشيو السماكة بيبقى بس في الشكل يعني اه هيفضل بقى يعني او بقى شكل 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 او بقى وفيه من نوع نوع بسيط قوي اللي هو رقم واحد ده بيختفي لما عند زين بلوه اه اوكي اه اخاف درجة اللي هو انت عارفت بيبقى الجلد جاف وعلى قشة خفيفة كده اه اخاف درجة اه انما النوع التالت او الحاجات التالية بتبقى صعبة قوي صعبة وتسبب بقى نفس كبيرة انا شوفت سوا محددك اللي هو شعر واقع او بيقصع الشعر بيقصع العين بتتعب وحاجات كتير طبعا بتتعب طب الدرجة التالتة اللي هي القاسية او اعلى درجة دي لو مع الاستمرار في العلاج او الانتظام في العلاج هل بيبقى فيه اي يعني بيبقى احسن كتير بيبقى احسن كتير كتير وتلاقي البقى بيرجع طبعا ولاين ما تبقاش مفتوحة اوكي ويعني بيبقى للشكل احسن كتير طبعا بس ما بيوصلش مرحلة يتخلص منها تماما بتقل بس السؤال ده جميل وانا بسمعه كل يوم في هذا الاي مرض في الدنيا او اكيد انا عايز بس يعني الناس السؤال ده بيجي الناس كتير تقولي يا دكتور هاني اكتبلي علاج الاكزيمة بترجع ليش تاني عايزين اي مهو حرام من الناس ما عزوله برد اليوم حق بس يعني انا هسألك سؤال اي حطيت جالك صداع قبل كده او اكيد كلين بتاخلي قرصين مسكن صح؟ صح مبيرجعش تاني لا بيرجع طبعا تبقى البرد نفس الشيء برد الكحة يبقى اذا مفيش حاجة اسمها مرض يخف بيرجعش تاني صحيح كل شيء بزنية طبعا بيخف ولو الخد ولا رجع بكر علاج يعني نقول هناك مكافحة وليس قضاء مفيش حاجة بتطقيق هناك علاج كويس جايل يزدع باخد مسكن ويروح خلاص بقى كويس او اذا رجع لي التاني باخد علاج فدائما لازم يبقى حطين في المنة كده اي مرض في الدنيا انا باخد له علاج وان شاء الله خير بس القاد يتكرر وقد لا يتكرر كل شيء بإذن الله فلكن في بعض امراض بقى لازم يلاج مستمر ايو مثل مريض السكر ينفع ياخد السكر وياخد العلاج ويوقفو لابد ان الطفل وهو بيكبر بياخد علاج على طول معان قشر السمك نفس الكلام يبقى لازم ياخد علاج بالسمار عشان يبقى شكل جلد كويس وبحالة طبعا اللمسة خير هتكون متخصصة فقط في تشخيص المرضين دول بس اللي هو الفقاع وقشر السمك ولا اي مرض جلدي بشكل عام دي البداية ان شاء الله اه يعني انا الحلم بتاعي اكبر من كده بكتير ليبقى لان احنا عندنا امراض جلدية اخرى ايو مزمنة بيتحتاج اليك فترات طويلة ولكن انا اخترت الاصعب مرضين هناك امراض اخرى برضو صعبة بس نسبة الاصابة فيها مش كبيرة قوي فانا قلت الحاكتين اللي هم حالات صعبة وفي نفس الوقت نسبتهم كبيرة لكن انا اذا كان على الحلم بتاعي يا ربنا قضاني اكبر من كده بكتير انا باحلم ان احنا يكون عندنا في مصر مستشفى اهلي زي سبعة وخمسين سبعة وخمسين كده لاجل امراض الجلدية بصراحة قال موضوع يستدعي جدا خصونا حضرتك بتقول اكتر من اربعة تلاف نوع صح؟ لا طب الناس فكر الامراض الجلدية دي شوية تحسية وكلام اه 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 ده من رحمة ربنا ان احنا متخيلين ان هي دي بس يعني حبدال انك فاكري كده اه 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 انما هي طبعا في امراض الجلدية كبير صعبة صحيح الله واتحتاج فعلا وان احنا عندنا مستشفى تصرف بالمجان وتصرف الادوية للمرضى بصفة مستمرة يعني ده يبقى عمل كبير اتعشن فيه مقام ان انا اشوف هذا الحلم يعني ان شاء الله هيحصل في حياة حضرتك ربنا يديك الصحة وطلط العمر ويكتر من امثالك يا رب ان شاء الله يعني اما هنتوسع نبدأ اول خطوتين كده اه مبادرات وبعد كده الموضوع يتوصل ان شاء الله يبقى فيه الحلم ده يتحقق بالمستشفى الاهلي انا طبعا بحييكم وبشكركم شكرا جزيلا وطبعا احنا منتظرين تدشين هذه المبادرة في شهر مارس ان شاء الله زي ما حدرتكم انا بس استاذ حانيك اي حد محتاج اي حاجة بالذات في الموضوع الماضي الجلدية يتسع على خمستاشر مية واحد واحنا انشارها تحت امر يعني خمستاشر مية واحد بشكركم شكرا جزيلا دكتور هاني ناظر والاستاذ هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسس الصناع الخير بشكركم شكرا جزيلا صباحكم صباح الورد ومشاهدين نسفكم معفاصل ونرجع نكمل بقية فقراتنا الحرية خليكم معنا اشتركوا في القناة